اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشار الى ان احياء هذه الذكرى العزيزة واستحضارها في النفوس يرسخ المبادئ والثوابت والقيم الدينية والاخلاقية والانسانية التي انطلق منها الميثاق اشهد المجلس في هذا السياق بالدور الكبير الذي تطلب قوة دفاع البحرين الى جانب القطاعات الامنية والعسكرية الاخرى لحفظ الوطن وصون منجزاته ومكتسباته التاريخية والدفاع عنها بما يحفظ للبلاد امنها واستقرارها واستقلالها وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك دع المجلس ادارتي الاوقاف السنية والجعفرية الى تهيئة الجوامع والمساجد في المملكة لاستقبال الشهر الفضيل وتزويدها وخدمتها بكل ما تحتاج اليه وبالتزامن مع احتفاء العالم باليوم العالمي للاخوة الانسانية اشهد المجلس بالمساعي الطيبة لمملكة البحرين في هذا المجال بقيادة جلالة الملك المعظم واكد ان التعايش من القيم الاساسية الكبرى التي حث عليها الدين الاسلامي الحنيط داعيا الى تضافر الجهود الرسمية والاهلية لاشاعاته واعلانه في النفوس وفي الملاهج الدراسية والبرامج الاعلامية والثقافية